يا رب يكون الأمل عندك بص بريخة أمل بقى كده طبعا بص أقولك على حاجة يا أستاذ رجاء من خلال معلوماتي أنا أن محمد الشنو جاهز 100% شكرك شكرا شفت الكلام شكرك شكرا بس قبل ما أخش على محمد الشنو ده بس خلاص شكرا عندي بس عندي حاجة بسيطة جدا على مصطفى شبير لأن الحياة مصطفى الفترة اللي فاتت قعد يا مصطفى بيقعد إلعب يا مصطفى حاجة بتلاقيه دايما جاهز مصطفى عمل حاجة مهمة جدا وهي التوازن اللي احنا ما كناش بنشوفه الفترات اللي فاتت مصطفى لغى فكرة أبناء العاملين تماما أو لغى فكرة أن الأسماء المرتبطة بأولياء أمورها الحقيقة كان دايما في نغمة بتتردد الفترات اللي فاتت أو بلعب عشان فلان أنه بيلعب عشان فلان موجود أو عشان فلان على الساحة القروية ولكن الحقيقة اللي بيقديه مصطفى الفترات اللي فاتت وده خلي بالك مصطفى 23 سنة 24 سنة خلي بالك مصطفى من نوعية الحراس في لعيبة كده لو قاعدت دكة وجيت نزلتها الملعب تاني يوم هتجيك المئة في المئة بتاعتها الحقيقة مصطفى من النوعيات اللعبة دي لازم نفصل ما بين اسمه مصطفى شوبير مع احترامي طبعا للكابتن أحمد شوبير اللي ليه كل التأجير مننا ولازم نأكد أنه هو حارس موهوب وكلما يعني عارف أنت حراس المرمى عندنا مشكلة هنا حقيقية في مصر المواهب قليلة جدا فإنك أنت تلاقي حارس وموهوب أعتقد لازم لازم تدعمه لازم تكون في ظهره مصطفى من نوعية الحراس دي اللي هي ما بتشغلش دماغها بخارج الخطوط أو الناس بتقول إيه مصطفى مركز في الملعب دي الحقيقة لازم لازم حاجة كنا نقولها لأن مصطفى الفترات اللي فاتت بيقدي بشكل مميز جدا وقت ما بيتطلب منه قولر بيلعبه ما فيش أي مشكلة علي مش موجود مصطفى موجود وفيه كمان حارس كمان الناس مشواغدة بالها منه هو مخلوف أيضا الحارس الرابع المتواجد مع الناجي الأهلي عايز أقولك أن ميشيل ينكون في حتة حراس المرمى شغال مع الأربع حراس الحقيقة حاجة مميزة جدا ما تحسش أنه هو راجل أجنبي لأ تحس أنه هو متربي داخل المدينة هو معلت كلها يعني أه صحيح أهلوية أكتر من الهويت الله أنا أخشى على مصطفى شغير بعد كلام إسلام إيه ده؟ أخشى على مصطفى شغير بعد كلام إسلام طيب فقال من ديها بقى التشكيل التشكيل بص أنا زي ما أكدت لك محمد الشناو جاهز بنسبة 100% ده من خلال المعلومة اللي جات لي النهاردة تحديدا من المران محمد هاني طبعا ناحية اليمين عالي معلول ناحية الشمال في حاجة بس كولر بيلعب عليها وهي حتة قلبي الدفاع يعني خاصة في المباراة اللي هي بتبقى محتاجة روح كبيرة وبتبقى محتاجة ضغوطات كبيرة أحيانا بالله كولر بيبدأ بيسر إبراهيم على حساب محمود متولي وده شفناه في لقاء الرجاء المغربي هناك وخاصة كمان في اللقاءات اللي هي بتكون عارف انت اللي هي الدرب المغاربي دي اللي هي الأهل والرجاء الأهل والوداد أعتقد أنه ممكن يبدأ بيسر إبراهيم بجانب محمود هايزين متولي شوية بنسبة كبيرة متولي لعب كورة على مستعلي جدا بيقدر أنه هو يطلع بالكورة من تحت في شكل جيد ولكن المباراة دي بتبقى حساسة بشكل كبير بتبقى محتاجة روح أكتر من أنه محتاجة لعب هادئ أكتر يعني فهي دي الحتة بس اللي مختلف فيها مع خالد محمد عبد المنعم في قلب الدفاع وجنبه ياسر إبراهيم التلاتة طبعا اللي هيكونوا في وسط الملعب بنسبة كبيرة يعني عندك مران عطية حمدي فتحي لو جاهز مية في المية ومن خلال معلوماتي أنه هو جاهز واتمرن النهاردة تمرين كامل وظهر كمان بشكل مميز جدا فأعتقد حمدي فتحي ومران عطية وقالي ودينج أعتقد أن الراجل ممكن يرايح السلية يخليه في الشوت التاني التلاتة اللي قدام بقى بص يعني إحنا بقالنا كتير قوي ما شفناش النسخة الأصلية من بير ستاو النسخة الأصلية دي طلعت مع مرسل كولار الحقيقة اللي ما كانش قادر يطلعها منه مسلمان الفترة اللي فاتت فأعتقد هيبقى بير ستاو عنده خسين الشحات ناحية الشمال محمود كهرباء هيبقى هو راس الحرب الأساسي أمام الوداد المغرب طيب يبقى نقلا يا جماعة عن سيد إسلام محمد التشكيل المطاقة لمطش الزهاب نادي الأهلي والوداد محمد الشرناوي بإذن الله يعني ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم قلبي دفاع عن منهم وعن شمالهم هاني وعلي معلول خط الوسط مروان عطية وحمدي فتحي وقاليو ديانج والهجوم كهرباء وبيلمينو على شمال وبرسيتا وحسين الشحات